نروح لنادي الزمالك وتشكيل نادي الزمالك في البداية في مباراته أمام الأهلي الليبي ونتكلم عن إحصائيات هذه المباراة مع اللي شهاز خالد طرح تفضل طبعاً كابتن أشرف تشكيل الزمالك في بداية المباراة كان غريب شوية ده أثار يمكن استغراب ناس كتيرة ويعني أول مرة تعريباً الزمالك يلعب براسين حربة الزمالك بدأ بباسم مرسي وحسان باولو من بداية الموسم الزمالك ملعبش براسين حربة مع أي مدرب مع أوجستو إناسيو نفسه حتى بدأت الناس تفكر هل المستشار المرتضة منصور ليه دخل في التشكيل ده ولا لا لأن دايماً مستشار المرتضة كان بيطالب باللعب براسين حربة هل أوجستو إناسيو استجاب لرغبة المستشار المرتضة في النقطة دي لك أن أنا شايف التأثير ده كان ليه أثار سلبية على الزمالك لأنه الزمالك افتخد نص الملعب التشكيل أمامنا على الشاشة أحمد الشناوي في حراست المرمى علي جبرو ومحمود حمدي الوينش اتنين مساكين أحمد توفيق باك رايت محمد ناصف باك ليفت اتنين هفد فندرز محمود دونجا ومعروف يوسف قدامهم اتنين محمود شيكابالا ناحية اليمين جناح أيمن وايمن حفني ناحية الشمال ورأسين حربة باسم مرسي وحسان باولو أنا شايف أن ده يمكن قد قصور شوية كابتن أشرف للزمالك لأنه افتقد نص الملعب كان فيه اتنين بس في وسط الملعب باسم مرسي قدام حسان باولو قدام شيكابالا وايمن حفني حتى الاتنين ما عندهمش خالص ان هما بيؤدوا المهام الدفاعية يعني الاتنين الليقة بدنية قليلة فبالتالي ما بيرجعوش خالص في الهجمات فبالتالي كان فيه اربع لعيبة في نادي الزمالك خارج مفصلين الحقيقة وده عمل خطورة كبيرة جدا على نادي الزمالك وده عمل خطورة واستغلها طبعا كابتن طلعت يوسف طبعا يعني زي بنقول كده شابوك كابتن طلعت يوسف فعلا قدم مباراة جيدة جدا واستحق الإشادة هو عمل العكس بأنه هو كثف لعيبة أهلي طرابلس في وسط الملعب فامتلك وسط الملعب وهو ده كان كلمة السر في المباراة وداته التفاوق وقدر ان هو يتعادل اتنين اتنين ويقتنس بطاقة التأهل فانا شايف ان دي كانت نقطة سلبية في تشكيل الزمالك اللعب برأسين حرق احصايات هذه المباراة